يهلا بحضراتكم مرة أخرى استفشارفني ومنوارني أماد فلابيو نجمي النادي الأهلي الأسبق نعرض الآن مجموعة من السور ليه فلابيو عرض لك شوية السور تتذكر معايا نجوم وأسماء كبيرة لعبت بجوارك وتعرفهم جيدا ونبدأ بالصورة الأولى جيلبرتو ماذا تذكر عن جيلبرتو صنع لك العديد من الأهداف مسلت معايا سنائية عبقرية في تاريخ النادي الأهلي جيلبرتو هو صديق من زمان جدا صديق نحن من قبل ما نلعب في الأهلي لعبنا مع بعض كتير جدا في أنجولا في بيترو أتلاتيكو وفي المنتخب الأنجولي فطبعا واحد من اللعيبة وواحد من الأصدقاء لي حضور كبير جدا في حياتي في بيترو في نادي بيترو في نادي الأهلي وفي المنتخب طبعا طبعا أنا عايز ألك سؤال مهم جدا إيه هو السر الأهداف؟ يعني جيلبرتو لما كان بيرفع كورة كان دايما في لافيو بيستقبلها هل كنتوا بتتداراوا مع بعض تدريب خاص حجم التفاهم الواضح جدا بينكو ده جيمين تدريبات خاصة مثلا بين كنتو الاتنين؟ تبقوا عارفين بعض تكلموا مع بعض قبل المباريات؟ دي حاجة بدأت من أنجولا لأن احنا لعبنا مع بعض ساعة سنتين قبل ما يجي مصر وكان كابتن كافلكنتي كان كوتش كافلكنتي كان بيمرننا كتير جدا كان بيمرننا كتير على العرضيات وطبعا ده اللي أنا قلته قبل كده ده اللي أنا قلته قبل كده أنه لازم اللعيب يعرف اللعيب اللي معاه يعرف إمتى هيشوت الكورة يعرف هيشوت الكورة لفين لازم نبقى أصدقاء كويس جدا لازم نبقى عارفين الكورة هتتشاط من إمتى هتتشاط لحد فين هنطلع إزاي لأن دي حاجة طبعا على حاجة ترجع للتمرين وطبعا ترجع إن إحنا نعرف الكورة بتاعة اللعيب اللي معانا في الملعب هتبقى عاملة إزاي وهتظهر فين طيب تشوف السرلة بعد كده صديق كبير جدا واحد من أعظم الأصدقاء اللي لحد الوقت واحد من الأشخاص اللي دايما ساعدني كتير تكلمنا كتير لما بنقدر دايما بنتكلم دايما هو بيتصل بي دايما أنا بيتصل بي دايما بنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي أنا مبسوط جدا إن هو كان موجود في المنتخب للأسف هم ما ما قدروش يوصلوا للكاس العالم بس أنا عارف إنه هو عنده عنده حاجة كتير جدا إنه هو يقدر يقدر يقدمها للمنتخب المصري شوف السورة اللي بعد كده المتعب هو أخوي في الملعب دايما كنا بنعمل أزدواج عظيم في النادي كنا احنا أصدقاء كويسين جدا بكلم معاه بس طبعا كل ما بنشوف بعض دايما عندنا كيميا كويسة جدا ما بيننا وما بين بعض شخص كويس جدا واحد من الأشخاص اللي أنا دايما بحترمه وهو طبعا بيحترمني جدا شوف السؤال بعد كده محمد بركات بركات هو اللعيب إنه كل المدربين يبقوا مبسوطين جدا إنه هو يبقى معهم في النادي بتاعهم واحد من اللعيبة اللي دايما كانوا بيشجعوا اللعيبة في غرفة اللبس دايما هو اللعيب من اللعيبة الأقوية جدا عنده قلب كنا دايما بنسميه قلب الفرقة وعنده مهارة عالية جدا في الملعب ودم خفيف أكيد تفتكر مقلب أكيد بركات عمل فيك مقلب وطبعا هو دايما بيهزر كتير هو دايما بيهزر كتير جدا كنت بسميه كتير هو كان بيسميني كتير علشان كان بي دايما بيكلمني بالعربي وأنا كنت بقول خطير كتير دايما كان بيقولي كلمك كتير فأنا دايما كنت بقوله يا خطير فهو دايما دايما صديق عزيز على قلبي دايما كان بيشجعني دايما في الحاجات الكويسة أو في الحاجات الوحشة نشوف الصورة اللي بعد كده عسامل حضري كوتش حضري برضو نفس الكلام الصديق عزيز دايما كان فيما بينا مساعدات كتير دايما ساعدني في السنة الجديدة كان دايما بيسك فيها كويس جدا كان عارف ان انا اقدر اعمل حاجات كتير وطبعا صعب ان انا اتكلم كل الكلام هيبقى قليل لان انا اعملت كويس جدا مع الناس لان انا كنت مبسوط جدا مع كل الناس انا ما كنتش في مكاني بس انا دايما كنت ببقى مبسوط مع كل زميلي في الملعب تشوف الصورة اللي بعد كده شادي محمد كابتن شادي محمد كابتن شادي محمد طبعا دايما كان هو بيهزر جدا كتير معايا دايما كنا بنلعب كان دايما كابتن كبير بالنسبة لي في النادي كان واحد من خطوط الوسط الجمال في التدريب او في التأسيمة كنت بتتفوق على مين في مدفع النادي لا تتتفوق عليه جامل جدا كان بيزعل منك اوش بيزعل منك كورة يعني أنا فاكر حاجة واحد من اول التدريبات بتاعتي لما جيت علشان امضي العقد كان أول تمرين لي كان رامي رامي رابياء رامي رابياء رامي رابياء ورامي عادل رامي عادل رامي عادل وخرجت من التمرين كان فيه إصابة بس ما كناش دايما بنزعل لأن احنا كنا بنعمل جول ما كناش بنداية طبعا كنت دايما صديق عزيز على رومي بس دي علمت معي شوية لأن كان أول تمرين بالنسبالي كان لما ده يحصل بس طبعا مع الوقت طبعا بقينوا قريبين جدا وابقينوا أصدقاء كابسان جيربيرت كان دايما بيولاري كان دايما بي كان دايما صعبي جدا كان دايما بيعمل تاكل قوي جدا كان دايما الكوتش كان بيضايق من دا من هو بيعمل كلا لأنه هو كان دايما بيجيب على الفرقة فطبعا التاكل الكتير كان دايما بيعمل مشاكل الفرقة بس الحمد لله بقى أفضل في الماتشاط اللي بعد كلا وهو طبعا كان جد جدا في الماتشاط وكان جد جدا في التمارين وكان دايما ساعات في بعض اللعبين اللي كانوا بيضايقوا من الطريقة سوا مدفع جاملت؟ ما سي طبعا 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 طبعا